السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد مع سونا بيجو لتعليم الاكسسوارات غادي نشوفوا مع بعضنا مجموعة جديدة ديال الاكسسوارات عمار الجوهر والزمرود والكريستان واي ان كان نوع الحجر اللي كان عمروا بيه هات الاشياء دي او هات الاكسسوارات من دبلون او يعني قباطات ديال الفواصل او اي ان كان يعني هنتوا ما كتشوفوا عندي مجموعة هنا جديدة بحالة الطبلون هادا بحالة او يعني القباطات اللي كان نخدمو بيهم دائما او هنا هات الاشكال هادو اللي يعلي عالموضة عاد يعني كاينين هادو كل شياتشي اللي كتشوفو نقرة مشللة بتذهب مع الدق التقليدي المغربي ديالنا الاصيل او بطريقة احترافية جميلة جدا او هنا مجموعة جديدة ديال التعمار ديال الجوهر وزم الرود كيف ما كتشوفو هنا هادو مضجة هادو هنا هادو هي الدبلوند المضجة اللي كان خدمو بيها يعني كان عمرو مشي خيط واحد وجوجو ثلاثة لا كان نعمرو بزاف ديال الخيوط ديال الجوهر كتجي جميلة جدا وممكن ديال واحدة العروس وانا كنشوف يعني اه تحت الطالب ديال ناس كيبغيوها يعني كي كيفضلو على انهم يلبسو هات الاشياء هادو مع التكاشط هنا هات الوريقات هادو الجديد اللي كييندابا وهو هات الوريقات هادو لو كيتعمرو تهوما بالجوهر من جوجوان بسواء بهات الشكل او لان بشكل اخرى اشكال اخرى يعني هناك خدمة يعني ديالهم خصيصا وهذا كيف ما كتشوفو هادو تهوما ديال التعمار كيجيو هاكا ارقاق سواء يعني كنكونو دايلين ثلاثة او او اربعة او لاجوج او ممكن مثلا انخدموهم هاكا اه بهالطريقة هادي او واقفين فا كيف ما كتشوفو هنا عادي نعطيكم واحد او لا عادي نوريكم واحد المجموعة من اه هذا القفولة ديال نقرأ المشلة بالذهب وكيجيو رائعين يعني مني كنكونو كنخدمو وكنخدمو يعني بايتقان واحد الحاجة كيتقنوها لنا يعني كنجي كلشي اه منضم بطريقة حيث هات الهات القفولة هادو عفوا اه هما قفولة وممطنو كينضمو لنا الجهر ديالنا بشكل جميل جدا وكيعاونونا على انه اه الكل ييبقى منضم في العنق ديالنا فا كيف ما كتشوفو هادو كلشي هاتي كتشوفو نقرأ مشللة بالذهب وكين بحالة شكل هادا ما كتكونش مشللة كتكون بيضة هنا كيف ما كتشوفو هادو جوش ديال الدبلون تقريبا نفس الشكل ما هاديك مدورة وهادي اللوزة هادي اللوزة اللي انتم ما كتعرفو يعني كتكون اه يعني تحت الطالب يعني كيتلبوها بزاف لانك تجي جميلة جدا في التعمار ديال الجهر مع القباطات على حسب الضوق ديال كل واحدة فينا هنا عندي هنا القباطات سواء يعني كانوا بالحجرة او بالحجرة بحال هادو هادو دباء دبلون بالحجرة ولكن الى اه بغينا نديرو القباطات بلا حجرة نقدرو نديروها علاش الله بنراعي وغي الزخرفة ديال الدبلون ونجيبوها يعني ب هي هاديك مع الدبلون هادو تهوما يعني ديال المدجات تقريبا بحال الشكل اللي وريتكم كيعمروا اه بطريقة سواء منظمة او لا غير منظمة وكيجي رائع في الخدمة ديالو بالجوهر او لابزو مرود او اين كان نوع العقيق فكيجي غزال وانا كان فضله بزف بالجوهر الحر كيجي زوين بزف هذا النوع هادو كيجي رائع يكفي يعني وحدة وحدة فقط كيجي زوينة بحالي كتشوفو هنا عندي دبلون سواء يعني مفيشش يعني ذاك الشويشي اللي كتكون التحت كيكون بهذا الشكل هادو هادو خدمته اناكوليو ممكن خدموه حتى براسلي كيجي رائع في البراسليات اللي دارجين دابا بالعقيق او لا بالاكترية كيخدموه بالعقيق ديال الزمرود هادي كدلك ومثال قبطة ديال المدجة كتجي رائعة تهية بنفس الطريقة اللي وردكم اللولة هي هادي هادي تهية كنخدموها با 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 على حسب شحال بغينا منخيط على حسب شحال بغينا منخيط وشحال بغينا يعني السمك ديال ديال الكولي واش بغيناه يعني يجي غليد او لا يعني يجي رقيق نفس الخدمة بجوج ديال المدجة يعني كيجي رائع 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 كيجي غزالة هادو غادي نوريكم يعني قبطة تبقى اشكال مختلفة على حسب كل وحدة والضق ديالها مننا اا سواء بالحجرة او بلا بلا حجرة سواء يعني اا صغيرة او لا كبيرة هنا هات الدور ديال هات القبطات هادو سواء يعني خدمناهم بالضبلون ديالهم او لا رح ممكن مثلا نخدو غيجوش ديال القبطات ونخدموهم بدون ضبلون بواحد الشكل معين وكيجي رائع الكولي غير وريدكم يعني اا الاشكال اللي ممكن نخدمو بها الكولي ديال نووجة رائع تبلض ضبلون هادا الشكل الجديد وهو هاتل النوع من من اكسسوارات اللي كيكون فيه ثلاثة او لا تكتر من اا دبلون بحالة الشكل هادا ولكن هادو ما فيهمش فين نخدمو يعني ذاك العوينات فين نخدمو فيهم عين وحدة فقط من جوج يعني من جيهة من جوج جواية في عين وحدة هي اللي كنخدمو بها سواء العقيق الحر اا اين كان نوع العقيق الحر لغات او يعني شي شي نوع يكون يعني مزيان او ممكن نخدمو حتى الجوهر اا ويكون جوهر غليض وممكن نخدموش حالما الخيط ماشي مشكل على حسب الضق ديالكل وحدة فينا هنا بحالي كتشوفو هات المجموعة هادي جديدة عنسونا بيجو لتعليم الاكسسوارات تحت طلب ديالكم اا نيماغو التليفون ديالي ها هو غادي اللي بغا مرحبا اا كتشوفو يعني هنا مجموعة جديدة يريد يريد تعجبكم اا باشكال مختلفة البلدي بلدي يعني را ما نقول لكم اا كي كي يجي معا تكاشطو كي يجي رائع 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 عندو الهمة يعني عندو همة كبيرة في اللبسة ديالون تعلموا نصوبوا اشياءنا لمالا وبالنسبة اللي بناس اللي بداوا كي يتعلموا اللي سهل عليهم الى هنا غير قولهم مع السلامة الى فيديو قادم شاء الله واكسسوار جديد في امان الله